موسيقى بزاف جالناس كيعيرون نحي تقريت في إسرائيل ولكن ما كنشوفوش نفس الردات الفعل منشي واحد كيقول قرار في بلاد آخر بالعكس الأعلاف جال المغاربة كيحلموا يقرار في مريكان البلاد ليسباب جال شنو القائف في العراق في 2003 وسباب جال ملايين جال أموت بلد المسلمة وعربية بحل سوريا ليبيا والأفغانستان لم أردت الفكرة بإسرائيل كبلاد ولكن أعجبتني في المدرسة وكان لديك الكثير من الأسئلة التي أريد أن نجاوب إسرائيل لذلك أردتني لدى إسرائيل دعاء الوكيلي أهلا وسلم مرحبا بك مرحبا أنت شابة مغربية درستي في إسرائيل صعب الحال نعم ما هي دعاء الوكيلي؟ أنا دعاء الخير الوكيلي في عمري 19 عام من مدينة الدار البيضاء قرأت في البعث الإسبانية ودائما كان حلمي نقرأ على بره وكنت انتغيسة بزاف بالسياسة فأردتني القادية لنقرأ في إسرائيل وهذه السنتين درستي كيف أردت الفكرة أنك تتابع درستي لك بعد باكراورية في إسرائيل؟ لا أردت الفكرة أنك تتابع إسرائيل كبلاد ولكن أعجبتني المدرسة أولا لم أكن أقبل القادية لنقرأ في إسرائيل لأنها صعيبة ولم أكن أعرفتها وليس كنت أسمى وفي الأخبار لم أكن أقنعي ولكن المدرسة كانت عنده مدرسة كبلاد وفي الأولار لأنه أردت أن أداء الإسرائيل هل تقبلون الأمر أو لا تقبلون الأمر؟ لا تقبلون الأمر في الأول حتى شرحت لهم بأن أنا لم أخترت إسرائيل كدولة في الأول أخترت المدرسة وبعض الناس يتقبلون هل تقبلون الأمر؟ هم رفضوا في الأول وفي الأول دفعت المدرسة بلا من قولها لهم حتى تقبلت لهم الخبر حتى تقبلون الأمر الواقع نعم أعرفوا بأن هذه هي أحسن الأشياء التي قرأت لأنه ستقرأ واحد الإجازة التي أعرف بها في بلدان بثاف ستقرأ المادات التي أعجبني مثلا السياسة لا يمكن أن نقرأ في المغرب وأكثر الأشياء التي قناعتهم ستقرأ المستقبل ما هي التخصص التي تقرأ في الباكالورية؟ نعم نقرأ باك الانترنسي التي تقرأ من 6 مادات مختلفة وما بينهم كانت تقرأ الاقتصاد السياسة الروسية والمغرب لذلك نقرأ باكال مادات مختلفة يعني قبل أن لم تكن لديك التلاعات باللغة العبرية لا كانت تقرأ الاعتماد سياسي وكذلك وكذلك كانت تقرأ المهتمة بالسياسة لم تكن قرأها في المدرسة وكذلك كانت تابعة في الأخبار وفي الإنترنت هل كان صعب على والدك أن يتقبلوا في الأخرى تقبلوا كيف تقنعتهم؟ كانت تقنعتهم في الدراسة في المدرسة كانوا يريد أن نصل إلى المدرسة وعرفون أن يكون لدينا أفاق أكثر من مدرسة القديمة وكذلك كانت تقنعتهم القادية للإسرائيل وقادية للمدرسة كنت تكون لديك صديقات وكذلك ماذا تعرفون هذا الأمر؟ مانعوا، رفضوا، تحفظوا قطعوا كل أمامك؟ لا، كانوا الناس جوجوني ولكن كانوا عارفين الإيدولوجيا السياسية كانوا يظنوا يتصنقوا ما بين وفي الأخرى نقرأ الإسرائيل ولكن عارفين مني هدرتهم إلى المدرسة وهدرتهم إلى القيم اللغة يعلمون في المدرسة صراحة الناس عاد فهموني وليس لديك الججمات نعم سوف نذهب إلى المرحلة صافي قررت أن تذهب إلى الإسرائيل ما هي الإجراءات التي تجعلتها؟ في الأول نحتاج الكثير من أجل لأنني لم يكن كنسولات أو المدرسة لم يكن أعرفوا أمامك فهذه السماء سوف أدرت الإسرائيل أحبنا أن تذهب إلى المدرسة لنجمنا إلى المدرسة نحن في المدرسة ونضعوا فهم ونحن لم أعطون المدرسة فأنت أولا كان لدي شدت المدرسة انا ونذهب الى البيض ما على الحال ان اريك القادر وعطيتك الفيزة؟ المال بالنهار انا اتلقى موافق حولنا في الكازا ونهار يجب اتصل البيضة لذلك الموضوع لنا لم يكن من الموضوع مالا انتصل البيضة؟ نعم احطى البيضة في العام وبالنهار كانت اتصل الى اسراعيل تقول ان على حالي اتصل الى البيضة لم تسألتك البحث م listened to us ? أصبحت بك المدرسة ووصورتنا جميعاً على المدرسة وقد أردت سمع وقيمنا المطالبات حسنا. عندما رجعتك وعطيتك الفيزا ومع ذلك أصبحت أمام فقط جداً ومع ذلك هل طيارة إسرائيل مباشرة أصبحتها؟ لم أشاهدت 8 مرات في تلعافي مع طيارة إسرائيلية من سمع ذلك أصبحت مباشرة أعم ماذا تمت تقريباً؟ كان من 3000 إلى 6000 درهم يجب أن تذهب إلى فوقها وفوقها كان صعباً أنه أول بنت طالبة ستذهب لإسرائيل في هذا الفيزا صعباً؟ لا صراحة أنا لم أكن صعباً لأنه كان هناك شيء جديد ويجب أن نجرب أشياء جديدة لذلك أنا صراحة كنت فرحانة ماذا تذهب لإسرائيل؟ هل أنت تذهب معك والديك؟ كان معي وحد يقرأ معي ومشينا في نفس الطيارة لم تذهب معي؟ لم تذهب معي لذلك الساعة لديك 17 سنة صعباً أنت تذهب إلى 17 سنة تذهب إلى بقرة التوتر العالمية المعروفة في الحرب السواريخ القتال العملية تشاهدية وانتحارية صعباً؟ لم تتحدث هذا الأمر؟ لأول مرة لم أفكر هذا وكذلك كنت تذهب معي لذلك لم تكن أفكر هذا ماذا أتحدث من كانت تذهب معك وأن تتعلم معك في نفس المدرسة أتحدث نحن ذهبت في هذه المدرسة ومشيته بجوش مباشرة تقريباً 8 سواء ما بين 5 أو 6 سواء نزلته في المطار كيف أول مرة تحطيرك في إسرائيل قبل أن أحطي رجلي في إسرائيل كنت أتسافر مع طيارة إسرائيلية كما تعمل الكثير من الطيارة لا يوجد مغاربة أو إسرائيل ومع طيارة إسرائيلية التي توجد مغاربة ومع طيارة لتحطير مغاربة لذلك يتعاملون بطريقة جدية إسرائيليين أولا يجعلون الكثير من الأسئلة ومع أمن فأنت تجلس في مراكش ومع طيارة أسئلة على الأمن إسرائيلي الأمن إسرائيلي أسئلة على حياتك الشخصية على الشجل هنا فين قرأ أسئلة بزاف جل تفاصيل فيها لا يمكن أن يطلبك ويقلبوا التليفون ويقلبوا التصور في الأول كانوا صراحة للمعمرون ما تطلبوني هذه ولكن كانوا يسئلون بزاف لأنهم استيقظوا وعلى أمن ما تبلغوا ساعتين وقد قرأتوا تطيارة وقد سأكون قد تجدوا شبابة أمن وقد ترى أن أحد أشخاص أغلبية إسرائيلية ومن أصول مغربة ومن أصول أخرى في الطيارة لديك إحساس غريب أتسمي للك لحظة أن تتقادر الأجواء المغربية وكي تفعل كنت أسمع لغة جديدة كنت أعرف كلمة العبرياء الصراحة شالوم؟ شالوم طوضا ذيك شي سهل وأنا دائما كنت عندي واحد يدي على إسرائيل وطاكو كنت أشوف رصيف واحد الطيارة إسرائيلية مع الإسرائيليين جاني إحساس غريب حيث كنت أسمع بزاف على إسرائيل ولكن طاكو قد يكون قلس معهم إحساس غريب ومامتون كنت فرحانة بزاف طيارة إحساس غريبا خمسة سوعة سوعة ستكلمتين مع إسرائيلي إسرائيلية سولتين طيارة كنت أسمع 12 دليل كل شي نعس طيارة إحساس غريبا قبل أن أذهب إلى إسرائيل في هذه الفترة تعلمتك قصرة تعلمت بعض العبرياء وطلعت عليها في غوغل أو في الريزو لا قبل أن أذهب قربت بعض جربت أن أتعلم أن أقرأ ولكن كان صعب بزاف لأنهم لديهم مشاكل وبعد ذلك تعلمت كلمات العاجية لكل مسافر أن أذهب إلى المدينة بعد خمسة ستتوائي طيارة ستتكلمت للمطار وحسنت إلى المطار ومحن ندوز ساعتين في المغرب أم أم وفي المطار أم أم كيف أصحبك أنك حتى تتراجل مجدين ستطوير قال أنهم أم من أجل ستتأريف تتأريف طيارة إسرائيلة أو أي شيء في المغرب بعد أن أذهب إلى إسرائيل لذلك لم يكن هناك شيء. نحن 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 لدينا مسافر عادي. في المطار لم تكن أسئلة. لا. كل شيء يدار في المطار المغري بعد ذلك. هل أنت جاءت الحفيلة أو التران أو التران؟ أصدقائي من أجل ، كيف أقول لها العربية؟ أصدقائي من أجل السيدة؟ أصدقائي من أجل السيدة. أصدقائي من أجل السيدة. كيف أذهبت للك السيدة؟ أخبرت لي عن هذه الأحضار. فأنا قمنا بإمكاننا المتحدثين في المطار المغريب. ومن بعد ذلك كانت أول مدرسة في إسرائيل ومدارسة المدارسة أرى شيء كبير لأول مرة كم الحيوانات أول مرة أستطيع أن أذهب في المدارسة أردت أن أذهب في المدارسة في المدارسة في المدارسة ومن بعد ذلك أردت أن أتعرف مع الزميلات أول مرة أتعرفت في المدارسة كيف تعملت؟ أتعرفت في المدارسة في المدارسة في المدارسة ماذا تعملت في المدارسة؟ أتعرفت أن أتعرف مدارسة في المدارسة أول ما يقولون ما يسمى منك ومثل ما يسمى منك وما يسمى منك وما يسمى منك وهذا هو أول مدارسة في المدارسة ومثل ما تعملت في المدارسة لا أعلم أنك تعملت منك أو منك كيف تعملت مع الوسط الجامعة؟ في الأول كنت مفتحة لأنه حلم وتحقق وتحضر مع أي شخص وتحضر على سياسة بلادك وتحضر على ثقافة جالك وتحضر على التقاليد التي توجدك في الأول كنت أتعرف كنت أريد أن أعرفوا عن البلدات لذلك كنت أشهد منك تحضر أي أول صداقة تحضر معك معاملتك ومثل ما كانت جنسيات؟ كانوا جنسيات إسرائيليين فلسطينيين هنود إيطاليين كل جنسيات كيف تخصصك في هذه المدارسة؟ بحقاً في المدارسة لنا نقرأ الـ الـ إيباء انترنسي عدد يستخدم الـ لا يوجد تخصصات تقرأ المدارسة كما تتقرى العلم ، التموير و التموير والماطua لم يكن لديه اجتماعي لكن أنا كنت أرى الاقتصاد، السياسة, التقلية الانجليسية وروسية ماطا و الانفراب أمامهم الحقيقة أما أنت تصل عن العبرية؟ لا يوجد أحد في القراءة ربما كان أم مادة أو أنت تذكر؟ لا أم مادة المدرسة أولا في القيسم كوحدة صغيرة في القيسم كيف يتعاملون معك؟ ربما يوجد توتر وعلاقات إنسانية هناك شيء جديد في جينا هي العلاقة مع الإسرائيل والفلسطيني هذا الموضوع تتطرح كنت تتطرح الكثير من المدرسة لأن إسرائيل وفلسطيني وعلاقات إسرائيلين والفلسطينيين وهي شيء غريب لأنني كنت تتطرح الكثير من المدرسة في البلد en general داخل المدرسة كانوا يقربوا الإسرائيل مع الفلسطينيين ويقابوا السلام كانوا يقابوا على السياسة تطرحوا على فلسطين كانوا يقابوا على إسرائيل لدينا مشاكل من هذا الناحية كانوا يقابوا على الحرية كانوا يقابوا على هذا الكمفت وهو شيء يتكون كما أرى في إسرائيل مثلا نحن كان هزوا رياد فلسطين في المدرسة هذا رياد إسرائيل وما كانت تحقيق وكله أخبرت الزنقاء في إسرائيل أصلا هزيت رياد الفلسطين قد يقدرون البوليس ويقب يعني أنك كانت عندكم حرية داخل الفضاء دين المدرسة نعم كانت حرية وكانت تعامل مع تلميض بحل بحل من نسبة لأساسيدي إسرائيليين أو الأجانب أساسيدي لكن عندما أردت إيهود الذين يعيشون على بره لأنهم لا يعيشون في إسرائيل وكان أجانب من كل بلدان من غير المغربية والفلسطينية، هل كانت جنسية عربية أخرى؟ لا، كنا غير المغربة والفلسطينية بالنسبة للأساسات إحتمى، كانت أتراكم في هذا المجال الصراعات والعلاقة الدولية كيف حالت خلفية أمامية أو معينة؟ دائما لدينا محاولة للفعل، كنا نقوم بعمل من مجال إسرائيل وفلسطيني ومن ثم تقوم بإرسالة بريطة لكننا كنا نتفق بشكل مهم كنا نتفق بشكل مهم، كنا نتفق بشكل مهم كنا نتفق بشكل مهم، لكننا كنا نسمع بشكل مهم الإسرائيل والفلسطين والفلسطين ومن ثم تفكرون بريطة ما هي الأشياء التي تتعلمون غير المدرسة؟ ما هي الأشياء التي تجد بشكل مهم مهمية الدولاء كنا نتفق بشكل مهمن في نهاية التحديد، لم يكن لديك التحديد. كان لدينا نشطة رياضية وفنية. كان لدينا نشطة على هذا الكنفل. مثل كنادينا عن المتحداثين في غزة ومدن فلسطينية ومدن إسرائيلية ومن الأنحاء العالم التي يأتي. كان لدينا سياسين إسرائيلي وفلسطينيين على كتب الكتب على هذا الكنفل كانوا دي ديبات وكان عرضوا على فيمش الناس في السياسة وفي هذا المجال ديال السلام وعنا واحد الكنفرنس اللي اسميتها Peace Simulation فين كتكون إسرائيلين 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 وكن هدرو على شتام ديال الكنفل بالأخضر الريفوجي ولا غزة ولا الفرانتير كتلقى فلسطيني كمتر إسرائيل وإسرائيلي كمتر فلسطين ودوك كان عاجني بزاف هاد الجانب في هاد الكنفرنس لأن أنا باقزان بزاف دل مرات تمثلت إسرائيل دو كخصين تعلم لإسرائيل كخصين تعلم التاريخ جل إسرائيل ومبعد مرات وخاة كتتمثل شي إيدي لي ماشي ضروري انت تكون مقتنعة بيها كتتعلم تشوف الجانب الآخر وتعرف علش هما كيفكروا بحركة وعلش هما ديرين هاتشو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة